مرحب كذلك من نزلاء نمنئهم قبلا على وصولهم على شهدات الباكالوريا ونتمنى لكل واحد فيهم بصارا طيبا تأتي هذه المبادرة اليوم التي هي برنامج حول توجيه ومواكبة السجناء الحاصلين على شهدات الباكالوريا لهذه السنة طبعا يحضر هذا اللقاء مجموعة من سجناء الحاصلين على الباكالوريا في مجموعة من المؤسسات التابعة للجهة وطبعا يبقى هذا اللقاء جد مهم على غرار ما هو معمول به في المؤسسات التعليمية الخارجية طبعا المواكبة تكون لفائدة السجناء من أجل اختيار المواد أو اختيار الشعب التي تناسب تكوينهم والتي ترسم لهم مصار تعليمي مميز ونجتمع في هذا اللقاء التواصل التوجيهي الموجه لفائدة التلاميذ السجناء الحاصلين على الباكالوريا والرغبين في استكمال مصاريهم الدراسي نلتقي اليوم في هذا اللقاء التواصلي مع مجموعة ويجمع اليوم مجموعة من الأساسدة والخبراء ومتخصصين من الجامعة ومن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وكذلك من الأكاديمية الجهوية التربية وتكوين جهة ربط سلا القناة الطيرا للمواكبة وتوجيه هؤلاء التلاميذ الناجحين ومساعدتهم على حسن اختيارهم نقدم بالشكر الأطور المندوبية العامة الأكاديمية الجهوية وجامعة محمد الخاميس اللي ينضموننا هذا النهار هذا الملتقى هذا باش يقدموننا وحد البرنامج توجيهي بنسبة الأفاق اللي متحلين تابعوا الدراسات ديالنا ما بعد الباكالوريا وأنا هذا النهار شعور ديالي فرحان لحقاش تفتحت لي وحد الأفاق رغم الاعتقال ديالي باش نكون الدراسة ديالي باش نكمل الدراسة ديالي ما بعد الباكالوريا وهذا الشهادة اللي أنا حصلت عليها تقدمها لعائلة ديالي وتنشكر أطور ديالي مندوبية على الرأس ديالهم المندوب العامة وصيد المدير ومكتب الشؤول الاجتماعية المشري والاجتماعي اللي مكلف في مكتب الشؤول الاجتماعية وتنشكر الناس اللي تكلفوا بتنظيم هذا الملتقى هذا لحقاش هذا الملتقى هذا تقدمنا واحد البرنامج اللي تي بي لنا الأفاق اللي يقدرون تبعوها من بعد الباكالوريا ديالنا جامعة محمد الخامس عندها بزار بلاش يعمل تقدمها لكم عشي كونو حيدي بكني جو ديالي باكالوريا في السالان ديالي باركشتو كنتو من دمجي دون الحمد لله كان بزار دعمور غير جيمة بكلكم خاصنتو متكونو أكثر دوستانسرسون ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس اشترك في القناة